الفعل المضارع مع ظمائر المخاطب ظمائر المخاطب هي كالتالي أنت للمفرد المذكر أنت للمفرد المؤنث أنتما للمثنى المذكري أو المؤنث أنتم لجمع المذكر أنتنا لجمع المؤنث تصريف الفعل المضارع كتب مع ظمائر المخاطب أنت تكتب أنت تكتبين أنتما تكتبان أنتم تكتبون أنتنا تكتبن تصريف الفعل المضارع درس مع ظمائر المخاطب أنت تدرس أنت تدرسين أنتما تدرسان أنتم تدرسون أنتن تدرسن التمرين الأول أكتب الضمير المناسب من ضمائر المخاطب أمام كل جملة تصنعين طائرة ورقية تذهب كل يوم إلى المدرسة تطبخنا طعاما شهيا تراجعون دروسكم بانتظام تلعباني بالكرة في الحي الإجابة أنت تصنعين طائرة ورقية أنت تذهب كل يوم إلى المدرسة أنتن تطبخنا طعاما شهيا أنتم تراجعون دروسكم بانتظام أنتما تلعباني بالكرة في الحي التمرين الثاني أربط بسهم بين الجملة والضمير المناسب الآن تحفظ الأنشودة وغدا تعرضها أمام أصدقائك بعد يوما ترسمين مشهدا جميلا تقدمينه للحاضرين في هذه المسابقة ستفوزن بالمرتبة الأولى خلال عطلة الصيف القادم ستمرحن كثيرا في النادي في كل يوم تصعدون السلم بسرعة ولم تسقطوا إلا اليوم أنتن أنتم أنت أنتما أنت الإجابة أنت الآن تحفظ الأنشودة وغدا تعرضها أمام أصدقائك أنت بعد يوما ترسمين مشهدا جميلا تقدمينه للحاضرين أنتما في هذه المسابقة ستفوزن بالمرتبة الأولى أنتن خلال عطلة الصيف القادم ستمرحن كثيرا في النادي أنتم في كل يوم تصعدون السلم بسرعة ولم تسقطوا إلا اليوم التمرين الثالث أحاول النص مع أطفال ثم مع بنات النص محمود هل زرت مدينة القيروان وجامعها وتجولت بين أسواقها المسقفة؟ لا شك أنك تحتفظ الآن بصور جميلة عن القيروان وترغب في زيارتها ثانية يا أطفال يا بنات الإجابة يا أطفال هل زرت مدينة القيروان وجامعها وتجولتم بين أسواقها المسقفة؟ لا شك أنكم تحتفظون الآن بصور جميلة عن القيروان وترغبون في زيارتها ثانية التمرين الرابع أسند الأفعال الآتية إلى المذارع الماضي منذ قليل شربت حليبا ساخنا المذارع أنت الآن حليبا ساخنا سرحت شعرك بالمشط أنت اليوم شعرك بالمشط قبلت والديك في الصباح أنت بعد نهاية العمل سبحت ما في مياه البحر أنتما في العطلة القادمة مكثتما طويلا في المنتزة أنتما اليوم خرجتن من قاعة الدرس أنتنا بعد حين لبستن ثيابا جديدة أنتنا في العيد المقبل الإجابة الماضي منذ قليل شربت حليبا ساخنا المذارع أنت تشرب الآن حليبا ساخنا سرحت شعرك بالمشط أنت سرحت اليوم شعرك بالمشط قبلت والديك في الصباح أنت ستقبلين والديك بعد نهاية العمل سبحت ما في مياه البحر أنتما ستسبحان في العطلة القادمة مكثتما طويلا في المنتزة أنتما مكثتما اليوم طويلا في المنتزة خرجتن من قاعة الدرس أنتنا ستخرجن من قاعة الدرس بعد حين لبستن ثيابا جديدة أنتنا ستلبسن ثيابا جديدة في العيد المقبل أكمل الفراغات بالفعل المناسب تنجح تفرحين تترقب ننتظر ستحصلنا ستتفوقون ستنجحون غدا تعلن المعاهد عن نتائج النهائية لامتحان البكالوريا كلنا نتيجة أخي سامي بفارغ صبر و حصولنا على ملفات التقييم خاطبنا أبي قائلا يا فاطمة أنت بنجاح الأبناء وأنت يا سامي سا إن شاء الله وأنتنا سا على الامتياز وكلكم بفضل مجهودكم الإجابة غدا تعلن المعاهد عن النتائج النهائية لامتحان البكالوريا كلنا ننتظر نتيجة أخي سامي بفارغ صبر ونترقب حصولنا على ملفات التقييم خاطبنا أبي قائلا يا فاطمة أنت تفرحين بنجاح الأبناء وأنت يا سامي ستنجح إن شاء الله وأنتنا ستحصلنا على الامتياز وكلكم ستنجحون بفضل مجهودكم ترجمة نانسي قنقر